السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونجدد الترحاب بكم الى هذا البرنامج كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين جل على سبحانه وتعالى ما اعظم شانه وما زلنا نتحدث في تفسير كلام الله سبحانه ونتأمل ونتدبر في معانيه ما زلنا في الفترة المكية حسب نزول الايات على قلب النبي الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد توقفنا عند سورة الاعراف وهي من السور المفصلات هي من المفصل في القرآن ذكرت فيها اشياء كثيرة جدا كلها معارف وعلوم واخبار عن احداث لكي تعزز موقف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تجاه قومه الذين رفضوا دعوته جاءت سورة الاعراف تتحدث عن اول البشرية وعن اخر البشرية مرورا بمحطات كثيرة ومتعددة لشعوب وأقوام وأجناس مختلفات منهم من أطاع الله فكتب له حسن الخاثمة ومنهم من عصى وتجبر وتكبر وأفسد في الأرض فكان عاقبته الهلاك والعياد بالله تعرفنا على قصة آدم وحواء في صراعهما مع إبليس ثم على قصة نبي الله نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم تعرفنا على قوم ثمود لما قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى القصة الرابعة وهي قصة نوط مع قومه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله قصة غريبة ومخيفة ونحن في أمس الحاجة أن نتعرف عليها في زماننا هذا في زماننا ربما تطورت المفاهيم وتتطورت القيم الأخلاقية وصار الإنسان يؤمن بحقوق الإنسان ويؤمن بالحرية الفرضية ويستسيغ أنه يتعطى الفاحشة وكأنها من حقه لا يهمه لا قانون ولا نياب عمه ولا كلام الناس بل يعتبر هذا من باب الحريات الفرضية التي كثيرا ما نسمع عنها وبعض الناس قد يخافون من القانون وقد يخافون من الأمن ولكن هل استحضرنا بأن مالك الملك رب العالمين الخالق البارئ المحي المميت هو سبحانه وتعالى يخيفنا وينهانا عن الوقوع في هذه المحرمات ممكن للإنسان أن ينفلت من عقاب القانون ممكن للإنسان أن يقفز على حواجز الأمن لكن هل يستطيع أن يتخلص ويتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى وهو مالك الملك تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام ننظر في إخبار الله تعالى حول هذه القضية وحول هؤلاء القوم يقول الله سبحانه وتعالى من سورة الأعرف في الآية الثمانين ابتداء من الآية الثمانين بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله مولانا العظيم هكذا يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن لوط وعن قومه باختصار شديد في هذه السورة سورة الأعراف وإن كان هناك تكرار في قصص الأنبياء في صور مختلفة كل السياق يخدم قضية معينة فأسلم التكرار في القرآن له دلالات وله عبر وله حكم غير متناهية يفقهها العالمون من علماء الإسلام من هم قوم لوط هم قوم النبي الصالح المبارك وكان اسمه لوط عليه السلام عرف بأنه متشبت بالقيم الأخلاقية أكبر صفة عند سيدنا لوط أن فيه الحياء الحياء الشديد كان رجل متعلقا بالله يوحده يعبده وكان يتمسك بالقيم الأخلاقية وأبرز صفة من الصفات الحسنة التي يمتاز بها هي أن كان فيه الحياء لهذا ربنا عز وجل سيبعته عند قوم قل عندهم الحياء بل انتفى عندهم الحياء وضربوا بالقيم الأخلاقية عرض الحائط إنه ما يسمى بأمة سدوم هذه أمة غريبة أمة سدوم توجد في حدود فلسطين والأردن وهي لحد الساعة معروفة من ذهب إلى جنوب البحر الميت في الأردن سوف يجد هناك عالم غريب مخيف هناك حفريات حديثة من العلماء المختصين علماء الآثار بحثوا فوجدوا غرائب وأشياء مخيفة وجبوا بأن هناك منطقة بكاملها أو أمة بكاملها قد أصابتهم كارثة عظيمة ولما بحثوا في الآثار وفي الحفريات وجدوا عظام موتى مهشمة ولما أخرجوها وجدوها غريبة جدا كأن العذاب الذي ألقي عليها عذابا مغولا مخيفا وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية التي جاءت من عند رب العالمين مشكلة قوم لوط أنهم أولا كانوا مشركين بالله كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة وتعدد الأصنام ولا يعيرون أي اهتمام للخالق لمالك الملك لمن أبدع السماوات والأراضين لمن وهبهم الحياة لمن يكرمهم بالنعم لمن أغضق عليهم من العطاءات لا يأباؤن له وكأنه غير موجود ثم إنهم بعد هذا كانوا معروفين بالظلم يتعرضون الطرق العابرين أي عابر السبيل يتعرضون طريقته طريقه ويسلمون منه أمواله فكانوا ظالمين كان هناك ظلم قوم فيهم مجموعة عصابات عصابات طرق لكن المشكلة البارزة عندهم هي مشكلة أخلاقية جريمة أخلاقية خطيرة جدا هذه المشكلة فيها الفواحش المنكرات التي لم يسبق إليها أحد من بني آدم ما هي؟ وهي إتيان الدكور إتيان الدكور الرجال يأتون الرجال بلغ بهم الانحطاط الأخلاقي إلى أن وصلوا مرحلة الشدود فكان الرجال بعضهم يأتي بعضا والنساء مرفوضات فكانوا يطردون من القرية فإذا بالنساء أيضا سوف يستعملون ما يسمى بالسحاق المرأة تؤتي المرأة وغيروا نظام الكون وغيروا قانون الوجود ربنا عز وجل خلق الوجود من ذكر وأمتع كل شيء خلق الله منه زوجين والغاية أن يقع التزاوج والتناسل والخلفة والأولاد وتستمر الحياة لكن هؤلاء غيروا النظام فكان الرجل يأتي الرجل وهذا يوم ما يسمى باللوط أعزكم الله تعالى ونزه سماعكم بمقابله النساء بقوا هكذا وحيدات فأصبحن بعضهن يأتي بعضهن فسمي بالسحاق والعيد بالله نبي الله لوط عليه السلام كان يمتاز بالحياء وكان متمسكا بالقيم الأخلاقية لكن قومه كانوا آنداك يؤمنون بالحرية الفردية والحرية الهنسية نسمع في عصرنا هذا وفقنا هذا فئات معينة يعزفون على هذا الوتر وكأنهم جاءوا بشيء جديد لما يقولون نؤمن وندعو المجتمع لكي تكون فيه حرية أخلاقية وتكون فيه حرية فردية وحرية جنسية يظنون بأنهم جاءوا بشيء جديد مع الحداثة أو ما بعد الحداثة أو مع المعاصرة وهذا فكر قديم وبالم وجربته أمم صابقة وأصابه الهلاك والعياد بالله نبي الله نوط عليه السلام كان رجلا فيه الحياء فدعا قومه بكافة الوسائل والطرق والأساليب المختلفة لكي يهديهم إلى طريق الله القويم كان يتبع أسلوب الترغيب ويتحدث لهم عن الجنة ونعيمها يا قوم اسبروا على الحياة الدنيا فالله أعد لكم جنة فيها النخيل فيها الأشجار فيها القصور تجري من تحتها الأنهار فيها الحور العين فيها كذا وكذا رحمة الله وسعة لكنهم كانوا يسهرون يقولنا يا نوح أو يا نوط أنت تعيدنا بجنة في السماء نحن نريد جنة فوق الأرض نحن مستعجنون تقولنا نريد الحور العين نحن نريد حور الطين الآن فكذا مرة أخرى يستعمل أسلوب التخويف والترهيب يقول بأن الله تعالى من صفته الجلال وأنه إذا غضب سبحانه غضب ربانية فإنه يتوعد بالعذاب وإذا عدب عدب بالنار وله نار جهنم خطيرة وله عقاب شديد لكن كل هذا الكلام اعتبروا بأنه تهديد وبأن نابع من عقد نفسية ورفضوا كل هذا رفضا باتا سيدنا نوط ما عليه أن يسكت عليه أن يستمر وهذا هو حال العلماء والدعاة والصالحين لابد أن يستمروا في الدعوة ولا ينبغي أن يسمح لأحد أن يكمم أفوهاهم لأن دورهم هكذا هكذا خلق الله الوجود هناك صراع بين الخير والشر وصراع ما بين الإيمان والكفر فلابد أن يبقى مستمر هؤلاء قد يقول قائل هذا ما يسمى بالنفاق الاجتماعي كثير من نسمع هذه الكلمة النفاق الاجتماعي ليس هناك نفاق اجتماعي البشر في حددته كل البشر حتى المتديمين حتى الملتزمين حتى أصحاب اللحة حتى المحتجبات حتى أصحاب الخمار كل الناس عندهم رغبة وشهوة مركبة في أجسامهم وبالتالي ربنا عز وجل أعطانا وازعا دينيا نخاف ففي كل واحد فينا صراع داخلي عنده شهوة تدعوه إلى أنه يقضيها وعنده بالمقابل وازع ديني يمنعه فيبقى في الصراع فالمؤمن الموفق من عند الله ربنا يغلب الوازع الديني عن شهوته فينطصر على شهوته وتنكسر ويبقى في الطهر والعفاف إلى لقاء الله وهناك من قد قد يحوم حوله إبليس فيهزمه وتتهدم النزع للوازع الديني وتنتصر الشهوة ويقع في الخطيئة وإن وقع في الخطيئة ربنا عز وجل قال له لباس استغفر ربك إبليس يقول وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم هذا العباد إبليس أقسم بجلال الله أنه قد يبقى يغرهم يغرهم ما دامت الأرواح في الأجساد كان قلوا بعد مرات رجل كبير في السم وقع في الفعيشة شيب وعيب هكذا خلق الله الوجود إبليس يقول ما دامت أرواحهم في أجسادهم غنغرهم غنغرهم في الصبا وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فرد عليه الله تعالى فقال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني ما داموا يستغفرونني فإن الله يغفر ولا يبالي سبحانه وتعالى لكن هنا رب يتحدث عن قوم متعنتين قوم عندهم التمرد فرق بين آدم وبين بين إبليس آدم أخطأ والخطيئة في البشر كل البشر يخطئون لكن آدم حينما أخطأ استغفر ربه وأناب وقال مع زوجته حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعترفوا بدنوبهم بين يدي الله لكن إبليس متمرد وأبى أن يستغفر وأبى أن يتوب أو يتنازل وقال حقي أنا خير منه هذا هو الفرق لكم بالبشر اليوم في وقتنا المعاصر هناك في أمن المتدينين قد يخطئون أو قد تمسك عليهم زلات وهم ليسوا ملائكة هم بشر لكنهم يستغفرون ويتوبون ويلجأون إلى ربهم لكن فيها أخرى تؤمن بالفلسفة وتؤمن بالفكر الحر وتؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة وما بعد الحداثة والحريط الفرضية وتقول احنا أحرار لا نخضع لا نستغفر لن نندم هدهما الخطر والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية وغنسمعوا هده الفئة هي اللي كانت في قوم لوط عليه السلام سيدنا لوط بعد أن دعاهم إلى الإيمان واليقين ورغبهم في الجنة ونعيمها وخوفهم ورغبهم من عذاب الله ومن ناري جهنم واستعمل كل الأساليب للهداية لكنهم لم يستجيبوا إلى دعوته واستمروا في عمل الفواحش والمنكرات وكذبوه بل وهددوه هددوه بالطرد اللي لم يتوقف عن دعوته هنا ربنا عز وجل سيجعل نبيه لوط يدعو ربه لينتصر لأنه صار مستضعفا الله تعالى سوف يستجيب لدعوة لوط عليه السلام لأنه كان لمرم القرية من الرجال كيما الرجل مع امراته كي يخلوا الامرأ ويلقيوا القبض على الرجل ويدخلونه للفاحشة وفي الساحة هناك أندية عندهم نوادي في الساحة العامة ينصبون فيها خيام والرجال بعضيتهم رجل مع رجل رجل مع رجل حرية فردية وكأنه في مسابح بحل مسابح لعدنا في عصرنا هذا والرجال بعضيتهم ولا أحد يستطيع أن يستنكر المجتمع كله صار هكذا والعياد بالله فجاء الغضب الإلهي الله تعالى أراد أن يعاقبهم فأرسل إليهم ملائكة وهؤلاء الملائكة لما صاروا إلى سيدنا لوط مروا على النبي له إبراهيم سيدنا لوط كان في فلسطين والأردن المنطقة للفلسطين والأردن حيث البحر الميت يشهد على دي الواقع مروا من العراق وكان سيدنا إبراهيم الخليل في العراق فمروا عليه أولا أرادوا أن يبشروا هذا بالخير وأن يهددوا هؤلاء جاءوا على هيئة رجال تميزوا بحسن الوجه والمنظر فلما رأهم سيدنا إبراهيم الخليل وأراد أن يكرمهم قالوا نحن لا نأكل ولا نشرب لما جاء بعجل حنيد قالوا نأكل لنا شرب قالوا كيف تأكلوا ما تشربوا قالوا احنا الملائكة احنا الطعام دينا والشرب دينا ذكر الله لأن كل مخلوق صوني نغجي كل مخلوق صقوة باش يخدم احنا البشر القوة دينا هي التغذية كأن نأكلوا الإفطار والغداء والعشاء والقوتيب باش ينط الطاقة تخدم بها لكن الملائكة تغذيتهم هي ذكر الله ننقل العلامة البشار كيف أنه يتغذى بالمواد الغدائية خصوة يتغذى بذكر الله قد لقى بعد أهل الله أقوية لا يمرضون لا يتعبون لا يسقمون لا ينهزمون من أين أتوا بهذه القوة أتوا بها من ذكر الله فالعاقل هو الذي لا يفرط في ذكر الله الملائكة أجسام نورانية لا تأكل لا تشرب لا تنام وظيفتها الذكر يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون فعلينا أيها الأحباب الكرام من أراد أن يحافظ على صحته وأراد أن يحافظ على قوته وأراد أن يحافظ على الطاقة التي لا تكد تنضب ولا تكد تنتهي عليك بذكر الله كما هو الملائكة شأن الملائكة يذكرنا الله قيما وقعودا فبعد أن بشروا سيدنا إبراهيم الخليل بغلام حليم وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أخبروه أنهم ذاهبون إلى نواحي فلسطين والأردن عند نوط وقومه وأنهم مأمرون بتنفيذ أمر إلهي الله تعالى له مملكة ربنا هو ملك الملك وعنده جنود وما يعلم جنود ربك إله هؤلاء ملائكة باعتهم الله تعالى لإهلك قرية لوط لأنهم يفعلون الفاحشة وبينما هم يسيرون وصلوا إلى قوم لوط عليه السلام سيدنا لوط ابتله الله تعالى بامرأة سيئة امرأة لوط عكس امرأة فرعون فرعون ظالم كبير ادعى الألوهية ومع ذلك أعطاه الله امرأة مؤمن صالح طيب مبارك وسيدنا لوط نبي الله الصالح صاحب الحياء والقيم الأخلاقية ابتله الله بمرأة سيئة مشركة كافرة والعياد بالله فحينما جاءت الملائكة إلى نبي الله لوط ودخلوا إلى بيته جاءوا على هيئة شبان حيسان الوجوه سيدنا لوط رحب بهم هؤلاء الغرباء من أنتم فقال لولو لحنا يرى ملائكة الرحمن زوجته لما رأت هؤلاء الشباب فيهم الجمال وفيهم الحسن بادرت وأخبرت القوم قتلهم إن لوط راجوا عنده شبان زوينين روا قلتوا بحالكم توا في الفاحشة توا كيبغي الشباب فإذا بالخبر ينتشر وغيت الموجيين واحد المجموعة دي الرجال أرادوا أن يقتحموا على سيدنا لوط بابه أغلق سيدنا لوط أبوابه بقوك يضربوه تكسروا الباب وقالوا نريد هؤلاء الغلمان قلم يا هؤلاء ضيوف رب يعطهم لي لغرض معين قال لله تنتب حرق بحالنا تنتعززنا عليك الشباب اللي هما يوالغلمان فإما تعطينا وإما سوف نحرق الجميع بقاسي بن لوط كيطلب فيهم وكيحاول ما أمكن يرجعهم إلى الفطرة السليمة لكنهم أعرضوا عنه ورفضوا ثم قال لهم هما بناتي بنت المجتمع خضهم زوجوا بش بغيتوا قالوا أبدا لن نقبل إلا هؤلاء وبقي سيدنا لوط في صراع معهم هذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات قال ونوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال لهم بأنكم دوتوا واحد الجرم لم يكن معروفا في البشر من قبلكم من العالم أنكم تأتون الفاحشة والفاحشة ما هي الفاحشة إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون الرغبة الجنسية يقينة في البشر كل شيء البشر عنده الرغبة وربق لنزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذغب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرط هذه الشهوات مركبة فينا جميعا لكنكم أنتم أصرفتم وتجاوزتم المدى فصرتم تاتون الرجال شهوة من دون النساء دخل معهم في جدال القرآن الكريم بخلاصة وتركيز وإيجاز يعطينا المشهد ماذا قالوا له وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون القرار لاجتماعون للناس قالوا بأن هؤلاء تهمتهم أنهم يتطهرون هذا ما يسمى بإنقلاب المفاهيم هناك مجتمعات عندها مفاهيم مقلوبة قد تجد في المجتمع الغربي في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي الصين وفي اليابان دول متقدمة جدا اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا لكن عندها مفاهيم مقلوبة قد تجد بأن هناك الجنس مباح وهناك محرمات مباحة والعكس صحيح هذا ما يسمى بإنقلاب المفاهيم تحدث عنه العلماء المقاصديون عبر التاريخ في الأمم فقوم لوط انقلبت عندهم المفاهيم واعتبروا من كان طاهرا وكان مستقيما هذا غريب عنا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وحينما استعمل سيدنا أسلوب جميع الأسليب واستنفد كل الأسليب ربنا سبحانه وتعالى سوف يأمر الملائكة بإنزال العقاب على هؤلاء أول عقاب سوف يتعرض له قوم لوط أنبعت الله جبرائيل عليه السلام ففقأ أعجون كل من كان يرغب في هذه الرغبة بدلهم بالعيون ولماذا العيون بالضبط لأن العيون هي اللولة هي مقر الشهوة ربنا عز وجل أمرنا بغض البصر لبغيكم يحفظ نفسه يغض بصره في القرآن الكريم نجد كثير قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ويحفظ فروجهم ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن غض البصر هو السبب اللي بغي يكون في النجاة التامة من هذه الفواحش فقط يغض بصره وغد يرتاح هؤلاء كانوا عندهم البصر كيطلق عينه وكيبقى يشوف واحد يشوف غريبة فكان أول عقاب أن جبرائيل عليه السلام سوف يفقع عيونهم وغد يخرج بعضيتهم الناس كلهم إلى الشوالي العامة لا يرون أي شيء وكأنها مدينة كلها من المكفوفين فصار يدوس بعضهم بعضا ويقولون أن نجى أن نجى فإن في بيت نوط من أسحر قومه في الأرض أن نجى أن نجى قل لن نسهر بين بعضيتهم وكي تصادموا فيما بينهم القرآن الكريم يحكي لنا كيف ستنزل الساعقة على هؤلاء القوم لما قال يا نوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وربنا عز وجسي يخبر لط بأن يرحل ليلا مع من آمن معه لآمن معه قلال وحل الأعداد محدودة ومنه ابنتيه ومشت معها مراته ولكن نمرته كانت كافرة ومشركة وشهوانية كتقول لهم أنا مدى أفعل بإلهي لط أنا أحب الأصنام والأوتان ثم إن لط غريب أنا أحب الشهوة وأحب اللدة وكانت دائما تسرب الأخبار ضد سيدنا لط فلما ذهبت معه ربنا أخبر بأنه سوف يعاقبها أيضا العقاب أن الله سبحانه وتعالى سوف يرفع مدينة سدوم سيرفع ويقتلعها من الأعماق ثم يرفعها إلى أعلى 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 عليين حتى تصل إلى أعلى السماء حتى إن الملائكة في السماء سمعوا أديك وسمعوا نباح الكلاب دين القرية ارتفعت إلى آل علي ربنا اقتلعها من الأرض حتى بان الماء دي الجوف الأرض وصعد بها جبريل إلى أعلى 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 السماء ثم بعد ذلك قلبها فجعل عليها سافلها وأمطرن عليهم مطر فساء مطر المديرين الماء أمطرت أو السماء أمطرت حجارة الحجارة هي عبارة عن طيم كل واحد منهم نزل عليه طوم ديال الطيم والطلج السمديانو بشكل غريب ثم سمعت أصوات مروعة أصوات مزعجة مخيفة بينما سيدنا لوط مع قومه يسيرون زوجته التفتت فأصابها ما أصاب القوم اختطفتها الصعقة فدمرها الله تعالى ثم غمر الله المكان وانمحت معالم القرية الظالمة كأنها لم تكن صارت كأنها غير موجودة وهذا أمر غريب جدا ربنا سبحانه وتعالى حكاه على على الملأ والآن من يذهب إلى البحر الميت حول فلسطين وحول الأردن سيرى آتار هذه القرية كيف تدمرت بالكامل مشكلتها أنهم كانوا يقومون بالفاحشة ويقومون باللواط والصحاق وهذا أمر مستهجن ربنا عز وجل لا يحبه ويكرهه أي نعم هناك بعض الناس كتلقى الله يسترنا ويستركم جميعا كتلقى في هذه الصفة في هذه الصفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا ابتليتم فاستتيروا إذا ابتليتم فاستتيروا سير عالج نفسك سير دوي نفسك وكال العلاج الحمد لله كاللي عنده مرض عضوي نقصان في هرمونات الذكورة وزيادة في هرمونات الألوطة كالعلاج طبيعي كاللي عنده غير صدمات نفسية كتلقى في الصغر تم الاعتداء عليه من طرفه شخص معين وبقى في هذه العادة النفسية وكاللي عنده حب الانتقام ياما هناك شباب فيه مد صفة يبغي انتقم من والده كاللي هذه العمل صيء والعيد بالله وكاللي غير النزوة من النزوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا ليه فيش إبليا مش يتستر إذا ابتليتم فاستتيروا لكن أن يتجمع أصحاب البلايا ويكونوا منظمة ويكونوا جمعية ويكونوا لوبي ويطالبون بحق في البرلمان ويطالبون بقانون يحميهم هذا أمر فضيع والعياد بالله لأنه متى تم ذلك فهناك عقاب إليه والعقاب الإلهي لن يصيب فقط هؤلاء الفئة يصيب كل من راضي بهذه الفئة وكل من ساهم في إيصال صوتها لهذه الفئة والعياد بالله عقاب الله كثير نظرنا إلى نوح عليه السلام عقابه كان في الغرق ونجى فقط من كان في السفينة نظرنا إلى عقاب ثمود وأن الله أصبهم بريح سرسر عاثية هؤلاء قوم نوت ربنا أصابهم بأن جعل عاليها سفلها شق الأرض وصعدت القرية الأعلى السماء ثم انكفأت على وجهها وأمطرنا عليهم مطرا فسأمطر المندرين وعقاب الله كثير والعياد بالله نسمع عن الزلازل والفيضانات وعن الصنامي ونسمع عن الطعول ونسمع عن مرض كورونا وغيره من الأمراض كل هذا عقاب إلهي وما يعلم جد ربك إلاه ما هو الحل الحل هو أن الإنسان يستغفر مولاه ويتوب إلى ربه ويحرص على أنه يدخل في زمرة الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات المتطهرين والمتطهرات وما أحله الله تعالى من نعم كثير لماذا نذهب إلى الحرام والحلل كثير الحلال الطيب في الدنيا كثير وفي الآخرة ما أكثره وما أروعه لكن بعد النفوس المريضة تترك الحلال وكتمشير الحرام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج رأى مشهدا رأى أناس بين أيديهم لحم طيب وآخر نيء فيه قيح يتسبب فيتركون اللحم الطيب ويدهبون إلى الأطعام اللي فيه قيح ونتن ويتسبب فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هؤلاء قال هؤلاء المتزوجون ربك يعطني اللحم طاهر صالح ونقي على شريعة الله ويرفضه ويدهب يبحث عن لحم آخر مشترك مع مجموعة من الناس نتم وخارب فهكذا يعقب هذا طعامه في الأخرة من كان يرفض الحلل في الدنيا عقابه في الأخرة نسأل الله السلام والعافية فالعلاج أيها الأحباب الكرام هو أن الإنسان يندم ويخاف من المولى ثم ينخرط في سلك المستغفرين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وإلا وإلا فإن عقاب الله شديد اللهم يا رب احفظنا من العقاب واحفظنا من البلاء وحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة